نعم طبعا صباح الخير هذا الخبر الذي ورد وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد الألمانية طبعا وهذا البيان الذي كما ذكرت في بداية الخبر يؤكد على أن ألمانيا ستسيطر على ثلاث مصافي مملكة لروسيا في ألمانيا وهذا يأتي وفقا للبيان لضمان أمن الطاقة قبل طبعا سريان حظر النفط المفروض على روسيا والمقرر طبعا بدءا من العام المقرر وهذه الخطوة طبعا أنا أقرأ البيان وفقا لبيان الوزارة فإن طبعا هذه الخطوة ستساعد في ضمان استقرار إمدادات الطاقة طبعا لأن هذا الأمر قد يوتر أكثر أسواق الطاقة في حال طبعا بدأت العقوبات التي من المفترض أن تسري بداية العام المقبل أي في ذروة الشتاء ونحن نعلم أن ألمانيا الآن تعاني بسبب نقص الغاز وتوقف إمدادات الغاز عبر نوردستريم واحد إلى ألمانيا وإخلال روسيا بهذه العقود والاتفاقيات والتذرع بأعمال الصيانة وهذا بطبيعة الحال تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة ولا تريد ألمانيا أن ينعكس هذا الأمر أيضا على النفط لذلك تأتي هذه الخطوة وفقا لبيان وزارة الاقتصاد اليوم بأن هذه الشركات الثلاثة سيتم التحكم بها من قبل الحكومة الألمانية وهذا يعني أنها محاولة من الحكومة كما جاء في البيان لكي لا تؤثر العقوبات التي سواء العقوبات التي تم فرضها في السابق أو العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العام المقبل والمتعلقة بالضغط والعقوبات المفروضة على النفط الروسي لكن على الرغم من ذلك الشركات الروسية هنا أكدت أنها حتى لو بدأ هذا الحظر لن توقف استيراد النفط من روسيا ولكن يبدو أن الألمانية قد ذهبت في اتجاه السيطرة على هذه الشركات لكي لا يبقى سلاح الطاقة أو لا يستخدم الطاقة أو النفط كسلاح كما فعلت روسيا مع الغز طيب يعني هل الأمر علاقة أيضا أو رابط مع إعلان وزارة الدفاع الألمانية توريد شحنة جديدة من الأسلحة الأوكرانية نعم أعلنته أمس وزيرة الدفاع الألمانية وكان قبل ذلك أعلن وزير الاقتصاد الألماني في قمة مجموعة السبع أن ألمانيا ستقدم مزيد من الدعم وسواء من الدعم العسكري أو حتى المالي إلى كييف وهذا الأمر كما قال وزير الاقتصاد هو لدعم الديمقراطية التي تدافع عنها أوكرانيا كما تحدث وزير الاقتصاد بعد ذلك أعلنت هذا التصريح أعلنت وزيرة الدفاع على أن ألمانيا ستقدم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا ولكن يبقى هذا الدعم هذا أمر مختلف عن ما أعلنته اليوم وزارة الاقتصاد وإن كانت كل الملفات لو عدنا إلى الترابط كل الملفات أزمة الطاقة توقف الغاز كلها مرتبطة بأوكرانيا لكن الموقف الألماني هنا لا يعني الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد هو أمر مختلف عن الدعم الذي تحدثت عنه أمس وزارة الدفاع أو الحكومة الألمانية لأن الدعم الذي تحدثت عنه الحكومة الألمانية والدفع التي تقدمها إلى كييف هي ليست الدبابات التي تطلب كييف من برلين أن يتم تقديمها لذلك يعني أن الدعم الألماني هو دعم وفق خطة تسير بها ألمانيا سواء ضمن حلف شمال أو الحد الأوروية فيما يتعرض الشق اليوم ببيان الاقتصاد فهو أن برلين لا تريد لأن تستخدم هناك مشكلة توجهنا في الصوت شكرا جزيلا لك يمان شواف مرسل الغد من برلين شكرا جزيلا لك بالتجاه للمشأن